اهلا بكم انهى سوق الاسهم المحلي جلسة اليوم على ارتفاع ب 15 نقطة ليقفل عند مستوى 7 240 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها اكثر من ملياري ريال وبلغ عدد الاسهم المتداولة اكثر من 94 مليون سهم تقاسمتها اكثر من 61 الف صفقة سجرت فيها اسهم 81 شركة ارتفاعا في القيمة تصدرتها اسمنت العربية والمستشفى السعودي الالماني فيما اغلقت اسهم 86 شركة على تراجع تصدرتها حلواني اخوان والخدمات الارضية كما انهى مؤشر السوق الموازية نمو تداولاته على تراجع ب 16% كشف تقرير للسوق المالية تداول عن انخفاض في مجموع القيمة السوقية للاسهم ب 18% لتصل الى مليار و 700 مليون ريال بنهاية الاسبوع الماضي مقارنة مع الاسبوع الاسبق واشكلت قيمة ملكية المستثمر الاجنبي نحو 4% من القيمة السوقية للاسهم المدرجة خلال الاسبوع الماضي ووصل صافي مبيعات الاجانب عبر الاستثمار الاجنبي المباشر الى 135 مليون و 400 الف ريال طالبت مؤسسة النقد السعودي سامى الممولين العقاريين بالالتزام بعدد من الحقوق الواجبة للعميل ومنها تقديم خيار او اكثر لعملائهم كبدائل اخرى اضافة الى خيار الاستمرار في عقد التمويل العقاري القائم واوضحت المؤسسة في بيان لها امكانية تحويل عقد العميل العقاري من متغير الى ثابت التكلفة وبدون رسوم ادارية في حال توفر المنتج لدى الممول الحالي مشددة على اهمية تمكين العميل من تحويل المديونية الى ممول عقاري اخر في حال حصوله على شروط تلائم ظروفه قالت شركة اتحاد عذيب للاتصالات في بيان لها انها بانتظار موافقة مجلس الوزراء على الرخصة الموحدة والتي تعتبر المطلب الاساسي للحصول على التمويل المناسب لسداد الدفعة الاولى من قيمة الترددات بمبلغ 619 مليون ريال والتي تمثل 30% من قيمة الترددات التي فازت بها الشركة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر